ازاي يوكا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال النهاردة هنعمل مع بعض الجبن المسلسات او بديل الجبن المسلسات الاقتصادية هنعملها في البيت بمنتهى السهولة والبساطة لشكل حلو وبتتفرج بمنتهى السهولة بس يطرى الطعم بقى زي الجهزة ولا ايه بالزبط هقولكو على رأيي فيها بمنتهى الامانة والصراحة بس ياريت تتابعوني الاخر الفيديو علشان تشوفوا الجبن فعلا تستاهل انها تتعامل في البيت ولا ما تستاهلش ايه وكمان الحقيقة كوباية لبن مطلعة كمية حلوة قوي يعني 3 علب جبن المسلسات من كوباية لبن يلا بينا نشوفها نعملها ازاي ونشوف هي فعلا تستاهل تتعامل ولا لا اول حاجة في شفشاء الخلاط هنزل بكوباية من الحليب يفضل تستخدمي حليب كامل الدسم الكوباية دي بالزبط وزنها 250 جرام يعني ربع كيلو حليب او كوباية كبيرة من ليها بتاعتها للعصير او كوباية وربع من كوبايات او مجات الشاي العادية عليها ساعة 200 مل نزلت عليها بمعلاقة كبيرة بشكل هرمي من الدقي يفضل تخليها بشكل هرمي وبعد كده نص معلقة كبيرة برضه بشكل هرمي من النشا ونص معلقة صغيرة من الملح وبعد كده هنزل عليها بمثلثين من الجبن المثلثات اي نوع انت بتفضليه بعد كده نزلت بربع كبية من الزبدة المتدوبة ممكن استخدم زبدة لوحدها ممكن استخدم زبدة على زيت ممكن استخدم زيت لوحده بس الافضل طبعا لو هستخدم زبدة لوحدها ويا ليه الزبدة على الزيت وبعد كده الزيت خدت الخليط ضربته في الخلاط كويس قوي لحد ما نعم تماما مش بصفية ولا حاجة بس بنزل بيه بقى في قسرولة او في حلة على النار النار بتكون متوسطة او قل من المتوسطة بشوية مستمرة في التقليب علشان الخليط ده ما يتكتلش ما تنسوش ان الخليط ده عليه نشاو عليه دقيق ولازم نقلب باستمرار علشان ناخد قوام كريمي بدون كلكية النار هنا اقل من المتوسطة والحقيقة ان التقليب بالسباتيولا اسهل كتير من التقليب المضرب السلك في المرحلة دي بعد كده بلاحظ ان الخليط بدأ بتاع يتقل بالشكل ده والقوام بتاعه بدأ يكون تقيل شبه قوام البشاميل لكده هنا بقى بطف النار فورا وبعدين بشيلها من على النار على مبدأ الجهز بقى الاوالب اللي انا هصب فيها انا عندي هنا اوالب جبنة مصلسات كنت باستخدمها وبعينها علشان اعمل لكم الوصفة دي ممكن تستخدمي تباقى عندك مدورة ومسطحة زي ما انت شايفة كده بالزبط او اي حاجة عندك تقدر تعمليها ممكن مش شرط انها تكون مدورة ممكن تكون مربعة وتعميها شبهة الجبنة الكري وبعد كده بابدأ اصب الخليط بتاع الجبنة في الاوالب بس بحط الكيس الاول تحت الجبنة يعني في الاوالب بحط كيس من بلاستك بتاع التلاجة وبعد كده بحط الجبنة بتاعتي بساوي الوش بتاعها وبعد كده اغطيه علشان الوشي ما انشفش وبدخلها التلاج هنا بقى بعد ما صبيت العلبة الاولانية وقفلت عليها ااا لقيت الخليط بدأ يتقل شوية وحبيت ان انا خطفه سن عشان اعرف اصبه فضفت عليه بالضبط معلقة ومعلقة ونص من الحليب بس حسيت بعد كده وانا بفضل الاوالب ان القالب اللي ما حططلوش لبن تاني او حليب تاني كان اتقل وقومه متماسك اكتر من الاثنين التانيين فالغلطة ديارة متغلطهوش حتى لو القوم بتاعك تقل قوي ومش عارفة تصبيه صبيه عادي في الاوالب وبعد كده اضغطي عليه هيتسوي الوحده بغطي وشها وبدخلها التلاجة مش اقل من ثلاث ساعات لحد ما تتماسك بعد ما طلعتها من التلاجة بقت بالشكل ده تمسكت جدا بقت شبه الجبن المثلسات بالضبط القوام الشكل اللون ممكن تكون ريحة بس يطرى الطعم فعلا هيكون زي الجبن المثلسات اللي برة ولا لا هتعالوا هنشوف بعد ما نقطحها وندقها هنشوف طعمها عامل ازاي مع بعض ده اول واحدة دي على فكرة القالب ده والقالب التاني ده دول اللي انا عملتهم وضفتولهم معلقة حليب حاسيت ان هم اخاف شوية او بيلزقوا في السكينة وانا بقطحهم على عكس القالب التالت ده اللي كان بسهولة او بتقطع مش بيلزق في السكينة فهي ريت تلتزموا بالمقدار اللي قلتلكوا عليه بالزبط علشان تطلع معكم مظبوطة هنا بقى حابة تقطعيها مسلسات زي الجبن الطعمة او البريزيدون او حابة تقطعيها مربعات زي الجبن الكيري دي حاجة ترجع لي ده شكلها دي اللي انا قلتلكوا عليها ده اللي انا مضفتلهاش حليب في الاخر لما لقيت ان الخليط بتاعي تقل هنا بقى هنقيم الجبنة ونشوف فعلا ان هي تستاهل ان انا نجربها ولا لا اول حاجة هي الشكل لشكل جبنة المسلسات واللون ما بتتفيرد بتفيرد بسهولة زي الجبنة المسلسات الجاهزة نيجي بقى للطعم بصوا انا اديلها خمسين في المية يعني هي بصراحة مش زي الجبنة اللي بنشتريها هي ممكن تكون قريبة بنسبة خمسين في المية للجبنة المسلسات الطعمة انما تهجبنا مسلسات زي اللي بنجيبها من برا لا الحقيقة لا هي ممكن تكون بديل اقتصادي للناس اللي بتحب الجبنة المسلسات وسعرها بقى غالي جدا انا طبعا مش هرميها لاننا للاسف ولادي مش بيحبوها بس هدخلها في وصفة الوصفة الجاية ان شاء الله فطائر هعملها وهدخل فيها الجبنة المسلسات استنون ان شاء الله في الوصفة الجاية بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته